علماء وكفاءات تونس في حاجة لهم لكنهم منسيون لا يلتفت لهم اعلام ولا صناع قرار وما يعبرهم شي المشهد السياسي والاقتصادي شادينوا اطراف معروفة قديمة جديدة متقادمة ومتجددة دائما موضوع الصراع اعطيني الكرسي ولا نفك لك الكرسي الدولة محتاجة لابنائها وابناتها من اللي عندهم معرفة وحلول علمية للبلاد ولا علاش المدرسة التونسية موجودة باش تنجم تونس تبري جراحة وجراحة كثيرة الا ما يكونوا اهل العلم والمعرفة في الموعد لكن تونس اليوم شفناها عبر الحكومات المتعاقبة دائما تفضل وتقرب السياسي واللي يصوتوا اعلى على العالم اللي هو يعمل في صمت ولكن هالعلماء والباحثين اللي باش نحكي عليهم اليوم يمكن انهم يمنعوا البلاد لانه احنا بلادنا في ازمة وبلادنا مريضة اما فقط نتلفتونهم ونشوفوهم الدول اللي تقعد سنين في بالنسبة لحكوماتها وطلقى حلول من داخل بلادها من خلال المدرسة متاحها من خلال العلماء متاحها فهي الدولة التي تستطيع ان تقلع والدول والدولة اللي تقعد تستنى حكوماتها حلول من الخارج حتى كيف تكون ذات طابع تفاوضي راهو عمرها ما تنجح على خاطر ما حك جلدك الا ظفرك على خاطر زادة ما عندهيش الوسائل الضرورية باش تعرف وباش ترصد الكفاءات اللي ما جاوش على ظهور الصفحات ولا الموجات ولا التلفزات ولا ايضا جاوا على ظهور الاحزاب اللي اللي جات ومشات ولا على ظهور الصحافة اللي هي ناسيتهم كيف ما ناسية الكثيرين صحفة الفرنسوية القاتل الضو مرة اخرى على مهندسين اثنين من تونس مخترعين ويتمثل الاختراع في آلة تمكن من التقاط الندوة من الهواء باش تنتج بين عشرين وثلاثين ايترا هيك الآلة هذيك في اليوم ما صالح للشراب وما احوجة تونس لها والهالاختراع من الهواء النادي يمكن انه هالآلة هذي اللي اخترعوها المهندسين الاثنين في تونس وداخل تونس وفي المدرسة متاع تونس باش تثري الخزان المائي للشرب اللي تونس تعاني من شح فيه وين هم هالمهندسين هذوما وهالاختراع هذا اللي مارينا الروبورتاج في كبرى التلفزات الفرنسية والتقرير الصخفي في جريدة لوباريزيان واللي علمنا هالمقال هذا متاع الجريدة المشار اليها بأن الآلة ركبوها هالمهندسين هذوما في احدى المدارس الابتدائية في وسط غرب تونس في واحدة من المدارس اللي ما عندهاش ماء واللي ما فيهاش ماء صالح للشراب لك التلامذا هذوكم اللي بالمئات يمروا على المدرسة ويقعدوا فيه نهار كامل وهوما عطشانين قديش من جهة اليوم محتاجة إلى أنه تلتفت إلى هؤلاء هذو من المخترعين اللي ممكن يحلونا معضلة كبيرة نعنيوا منها في ماء الشرب وقديش يتنجم هالآلة هذية التونسية الصنع والفكر والمعرفة كيفاش قديش تنجم تحللنا من مشاكل في بعض الجهات وفي برشة جهات اللي هما يوصلوا بالمئات الألاف للناس اللي هما عطشانين وكيما نعرفوا 300 ألف عائلة تعاني من انعدام الماء الصالح للشراب بجنبها ولا في ديارها ننتقل أيضا إلى باحث آخر باحث آخر سي عدلان كامون اللي هو قدم حلول كثيرة التونس إلى تونس واسمه البرنامج انطلاق 2050 عنده حلول مستقبلية من أجل تونس من أجل الفلاحة من أجل أيضا النهوذ بالتنمية في تونس هالا اقتصادي هالعالم هالم معرفي هذا اليوم ما لقاشه شكون يشجعه على أساس أنه هو عنده في أربعين قطاع ما يسمى بالاختراعات وما يسمى به كذلك الاقتصادي والاجتماعي المجال الاقتصادي والاجتماعي اللي ممكن ينهض بتونس ومعادش قلق النجم ونتلفته حتى القرض من الخارج بل أنه منا فينا زيته يقلينا اليوم ننتقل أيضا إلى مخترع اسمه أنيس العويني شكون عرفنا به أنيس العويني كيما عدلان كامون وكيما المهندسين التونسيين عدلان كامون قدم الكثير من الحلول إلى فرنسا وإلى بلدان عالمية اليوم قدم لهم حلول والحلول الذين قاعدين يمشيوا بها ولكن تونس ما تعرفوش وهو مش معروف في تونس على خاطر لا عنده حزب وراه ولا عنده جمعية تمويلات داخلية ولا أجنبية نمشيه لسيئة أنيس العويني اللي هو خلق واخترع حاجة جديدة داولها العالم وعنده بروفيزة دا هو اللي هو منذ عشر سنين أو أكثر اسمه سافونيان السافونيان هذه هي أكل تنتج الكهرباء من الريح ولكنها مش على الطريقة النعورة ذي كان لدور ولكن هو اخترع حاجة جديدة رجع إلى الماضي الماضي متاع تونس اللي هو سافون اللي هو يمشي أكل يبدأ يموج بالنسبة للسفن القرطاج النية وأحنا نعرفو اللي قرطاج سيطرت على البحار بفضل الأسطول المتقدم والمتطور وقتها منذ 2020 سنة من أجل أنه يسوس العالم والتجارة العالمية يسيطر عليها سي أنيس العويني المعرفي هذا والمخترع اخترعها سافونيان هذه واللي تكلموا عليها في أمريكا وفي فرنسا وفي جنوب أفريقيا واخذاء عليها جائزة دولية في تنافس كبير كبير جدا مع علماء ومخترعين في العالم وينو أنيس العويني ويني البريفين بتاعوا استفادوا منه الآخرين استفادوا منه الخارج هذه السافونيان قال لك يا سيدي تنتج انطلاقا من الريح تنتج الكهرباء ولكن دون أن تعتدي على البيئة مثل النعورة ذيك اللي نشوفوها واللي تقتل العصفير وغيرها اليوم أنيس العويني قاعد يخدم على روحه ومازال الخير القدام ولكن تعرفوش دولته تكلمتش عليه دولته لو كان احنا ركزنا لسافونيان هذو ما في تونس وخدم في تونس واستثمر في تونس والقاموا استثمرين في تونس فماشي امكانية أن نقولوا اللي تونس سوف تقلع إذن احنا اليوم أمام معضلة أن الكفاءات وكذلك العلماء منسيين ولكنهم عليهم الدولة غافلة ومغيبين خاصة لأنه كلمة زهير التغييب هو فيه مقصد سياسي ونحن لا نشك الآن في أنهم مغيبون ومغيبون